السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا بالفة صحة وخير النهاردة بقى يوم الخميس يوم الاكلات الخفيف اللايت يعني ما يغرقوش الشكل كده ان هي حاجة كبيرة ودسمة لكن ابدا خالصة تلاقوها خفيفة معاكو تنفع جدا للعزومات فيالله بينا نبدأ الفيديو ونسمي الله ونشوف هنعمل الاكل الجميلة دي ازاي نقول بسم الله واول حاجة جبتها هي الفرخة اقطعها ازاي انا هعمل فرختين هاجي كده من عند الرقبة من فوق بيبقى فيه بصو اللي هو الخط ده اللي ما بين الرقبة لحد اخر الفرخة من تحت بعمل كده بحدده الاول بالسكينة وبعد كده بابدا اقطعها هنعمل النهاردة صنية حلوة جدا بالفراخ وفيها كده خضار وحاجة كده خفيفة خالص تنفع معاكو فيالعزومات ولو انتي مستعجلة كمان يعني لو انتي مستعجلة اعمليها سهلة وبسيطة ما بتاخدش وقت بصوا انا بدأت اقطع كده اهي الرقبة بدأت تظهر معي باقطع بقى اي سمين حبة تخليها من الجلد خالص اخليها زي ما انت حبة بس انا مش هخليها من من الجلد بتاعها فمش هحط لها كمان مادة دهنية فمش هخليها من الجلد ده خالص احنا بقى بنخلي الجلد ده ونشيله بعد ما بتتعمل شايفين كده انا خلاص اتخلصت من القطعة دي بسهولة جدا انا هي ما خديتش معي وقت انا عايز احط الفرخة كده تبقى على الصينية مفروضة طبعا ده كله هيتغسل معانا بشوية مية وشوية خل وشوية ملح وشوية دقيق شايفين ده يبقى شكلها كده في الصينية هنبدأ نقصر كده السدر شوية علشان تبقى مفروضة وحلوة معاك يعني كده ايه تانية عفية مني كنتي بقى شايفين شكلها حلو ازاي بنتي ناس وقاعدة معانا هاخدها بقى اخسلها لو حستي ان هي مثلا مش رادية تتفرد معاك اكتر من كده افتح لها فتحتين كده من عند السدر من ورا هتلاقيها تفردت معاك عصنية وبقت زي الفل هعمل الفرخة التانية بنفس الطريقة اهو شايفين سهل جدا هاخدها بقى اخسلها ونبدأ نجاهز في باقي وصفة النهاردة هبدأ بقى دلوقتي اجاهز للتدبيلة اللي هتبل بيها الفراخ معاي هنا بصلتين متوسطين عصر نص لامونة اربع فصوص من التوم طمط ميتين متوسطين عدين من البقدونس كزبرة نشفة وفلفل اسود وبابريكا وكوركم وبهرات وكمان رشة من جسط الطيب هستخدم كمان ملح لايت انا استخدمت هنا لايت سود سود حباب قلبي اللي سألوني عليه العبوة دي قد ايه هي 100 جرام فيها 50 كيس يعني كل كيس 2 جرام الصوديوم بتاعه قليل جدا هم استغنوا عن نسبة 66 في المية من الصوديوم واكتفوا بس بنسبة حوالي 34 ودي النسبة اللي بيكون محتاجها الجسم طبعا مشاكل الصوديوم كتيرة جدا وهو انه بيعل الضغط وكمان بيعمل احتباس للمية جوه الجسم بعد كده جبت الكبه بتاعتي وحطيت فيها كل التدبيلة اللي انا قلت عليها وعصير اللمون وكمان ضفت معلقة من الخل وضفت رشة من ملح لايت سود سود هو حلو جدا على فكرة ما بيغيرش طعم الاكل ما بيتفعلش مع الحرارة ولا حاجة ابدا من دي هتلاقوه متوفر في صيدليات العزبي والحفني وفي صيدليات كتيرة جدا والله هيطلبه انلاين ويقول اسمي الشحن هيكون مجانا يعني زي وزي ما اشتراه من اي صيدلية عادي جدا ضربتهم هنا ضربة خفيفة وبعدين ضفت واحدة فلفل كده رومي تقدر تدي في فلفل حامي زي ما تحبي وديت وهو كمان ضربة معاهم بعد كده جهست الفراغ بتاعتي وبدأت شايفين ادعكها كده بالتدبيلة ودخل بين الجلد واللحب على قد ما تقدري كده ايه تدعك التدبيلة في الفراغ شايفين انا فصلة الجلد وانا بخسلها يعني الجلد ده كله انا بفصله وانت بتخسليها كده حاولي تحط اديكي وتفصلي اي جلد يعني اعملي الفراغة كده مساج تمام ده اللي كوي كويس او كده يعني من فوق ومن تحت ومن برة ومن جوة من كل حتة ما تسيبوش حتة فيها ابدا شايفين بتوع بقى جوانتو ويعو وقعو الكلام ده فاسيبونا منه خالص اهو ايه دي الفراغة التانية هنعمل فيها نفس الكلام طبعا الفراغ دي كانت العزومة تقدري على فكرة تعملي اكتر من فرختين يعني خمس ست فرخات وتشيلي كل فرخة في كيز بالتدبيلة بتاعتها وفي الفريزر تسحى بيها وقت الطبخة شايفين وسع كده لنفسك كده وسع الجلد وحطي التدبيلة في كل حتة نرجع بقى للناس اللي بتسألني على الملح ومتوفر في كل الصيدليات وطلبيه اونلاين هسيب ارقام التليفونات في صندوق الوصف وفي اول تعليق كمان بعد كده احتاج معايا بصل شرايح بطاطس برضو شرايح وفلفل وطماطم برضو شرايح احتاج كمان بابريكا وفلفل اسود وبهارات ومعانا المكون الجميل او الملح الحلو جدا على فكرة هو مش غالي وبيقعد مدة جمدة جدا عندي بيقعد مدة كبيرة بجد بدي كمان رشة ملح منه وبابدأ اعمل برضو مساج للخضار ده كله الفراخ بتاعتي انا تبلتها وباسبها حوالي من بالليل لتاني يوم تقدر تسيبيها لو انت بستعجلها ساعتين بس ده كده خلاص شكل الخضار بعد ما دعاقته كويس جدا بالملح والفلفل والتوابل كلها بابدأ اعدله كده وارصه رصة كويسة ده كمان شكل الفراخ بعد ما قعدت حوالي معايا اكتر من ساعتين انا كنت مستعجلة عليها بصراحة فقعدت حوالي ساعتين او اكتر ببدأ كده بقى ايه ازبطها وحطها حتى كويسة كده تدي شكل شيك وجمالي وتغري كمان في نفس الوقت يعني حاجة كده تجري رئكو على الفطار شايفين شكلها حلو قد ايه بجد جميلة يا سلام بقى لو ما كان الفراخ دي ده كوربط كده حلو من الناس ومحترم ارجع واقول حبايب اللي عاملين دايت معايا لو حابة تستغني عن جلد الفراخ خالص شليه اخليها خالص من الجلد هتمشي معاك برضو بعد كده حطيت بقيت التدبيلة اللي وقعت منها وحطيتها عليها جبت هنا معايا ورقة من الزبدة غطيت بيها الصنية وبعدين غطيتها بورقة من الفويل وانتي بتحط الفويل على الصنية دايما خلي الناحية اللي بتلمع هي اللي بتبقى ناحية الاكل مش الناحية المطفية لو هتدخل الاكل الفرن لكن لو الحاجة بتاعتك هتدخل الفريزر الناحية المطفية هي اللي بتكون ناحية الاكل تمام كده دي طريقة الاستخدام الصح ليه بعد كده بدخلها الفرن على درجة حرارة 200 الفرن بتكون مسخناه الاول وبحطها على الرف اللي في الوسط وبتاخد معايا من ساعة وربع كده لساعة ونص بعدها بشيل ورق الفويل وورق الزبدة ودخلها الفرن تاني تحت الشواية تاخد معايا لون جميل كده ودهبي وبيكون ده شكلها النهائي معانا حلوة وسهلة وسريعة وشكلها مشرف جدا عملي جنبيها شوية رز ابيض ده بقى كان فيديو النهاردة معاكو طريقة سهلة وبسيطة للفراخ حلوة وسهلة وخفيفة يارب تكون عجبتكو ولا حابب يطلب ملح لهاية سودسول ده هسيب لكو ارقام التلفونات في صندوق الوصف اطلبوه اونلاين وقولوا اسمي هيوصل لكو بدون مصاريف شحن اشوفكم على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم